يا ريس هذا الزمالي طبعاً قناته على اليوتيوب اتشارت وطبعاً هو قبل وفاة المهندس رضا اللي عرضا كان عمالي غالبون السوق ويجات لي معلومات مؤكدة انه قادرة اتصارات بناس شجلة في النادي طبع النيتس وطبع شبكة الاتصارات بتاعت النادي وطبعت المركز الاعلاني وكان مفاعل جداً وكان تحمل غضب كبيرة المهم خرج دلوقتي وقال لك ان القناة اللي سرقها عبوس ميدا اه قال لك هابو سنيدة هو هو اللي سرق القناة وبعاتل رسالة قال له انا السرق cukناة وهشوف اللي اجراعلك ومش هتينجح signal اتخابات القنقول وكان الكلام من هذا القبيل آآ ما قالش هابو سنيدة عبد الناصر زيدان ولا حاجة كيف? ما قالش ابو سنيدة عبد الناصر 지�ان ولا تعل nächتال ولا ممدون عباس ولا حاجة لا لا لكن هابو اسنيدا هو اللي سرق القناة وقال لك بغطر في كنتا ده وانا جاك لرسالة وابتتبعه. طيب انا بس في حد. وعاد يحكي حواديث وحكاياته اللي جاعد يحكيها قبل اليوم دي. ويا بسنينة عاد لرسالة وانا بتتبع وعاد بقى بدوري مخبر السر طبعا. طبعا انه كله يعني انا طبعا جير مجتنع به. انا في غاش باقرر على عالقناة ويخدها منه. بس هو طبعا بيجزي المساعة دلوقت اللي هو يرجحها تاني لان القناة دي بالنزانه كانت منفج مهم جدا لان طبعا هم وضعينه ويوطلعوا القناة الزمالك. فاعين ما كانش عنه حاجة اعلامية بيطلع يتكلم فيها دور قناته على اليوتيوب. فتظهر طبعا الهقر ده عارف شخصيته وعارف اللي القناة دي قال لي هاوي هاوي عليه. طبعا هقر عليها وخد عاليني الصبح المرضى. عاكمينه على على الصبح يعني. خد ما خرب عم صهوره على الصبح. خاصة انه لدينا معلومات انه هو تجي الفيديو جير باعه على قناة من العش القناة. عايز اقولك عايز اقولك على حاجة على خد هذه القناة راجل ليس له اي علاقة من رياضة ومهكر لغاية دلوقتي ما يقرب من حوالي خمسمائة قناة وصولا لألف قناة ويبدو ان دي هواية عنده وراجل ليس له اي علاقة من رياضة نهائيا لمن قريب ولا من بعيد. كل ده في الاوامطة والهجايص واشتري دماغك. بس في سؤال مهم جدا. احد الدكاترى المتابعين لنا دلوقتي بيقول لي مبدئيا عبدالناصر لازم توجه نداء لكل من يدخل نادي الزمالك بعدم التواجد حتى لو اقاموا النادي. ولا بد لو ذات الشباب والرياضة انها تصدر قرار فوري. مدام رئيس النادي مش خايف على الناس بغلق النادي لمدة 14 يوم. مبدئيا لازم محدش يدخل 14 يوم يكون فيهم التعقيم يومي. هذا وإلا كل من سيدخل سيضرب بكورونا. دكتور معانا في اللايف بيقول هذا الكلام. طبعا مدام راجل طبيب طبعا نحترم رأيه طبعا بالتأكيد هو عنده خبرة وعنده دراساته وعنده مواطياته اللي تخليه قد بالنطايا دي. طبعا احنا اهم حاجة اننا سلامت الناس كلها. هم هم الموظفين واعضاء. بص خد بقى للخبر المهم ده. يا كابتن عبد الناصر اهو على الهوة اهو. على الهوة. اه يا كابتن عبد الناصر الدكتور رضا كان مجتمع بنا يوم الخميس. وانا بعض موظفين الزراعة اللي كنت معاه في الاجتماع. ومرتضى عارف كده كويس جدا. اهو. اهو. اهو على الهوة بعد دلوقتي في اللايف. انت خيلي علاء معايا علاء. ايه تاما 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 طبعا ربنا قلتف يعني يعطي الناس ويبقى دعموا مشار الوباء ده. الاستاذ ايهاب مرزوق بيقولك ابو سنيدة اذا كان خطف القناة يبقى علم على ضادة وقفل النادي لابد ان يكون باقصى سرعة حفاظا على ارواح الناس. ده من على الفيسبوك ناخد كم رسالة من اليوتيوب السيد فؤاد مساء الفل الكابتن حمد عبيد بيقولك قوله علاء ده عمل للسحر عمله سيد عبد الحفيز خلى القناة تختفي من منطلق هانكوش انفانكوش. فعمل عمل طير القناة.